برايك عدية بدون الشباب اللي يورط على قصر الجمهوري؟ والله إليك بالوضع الحالي يعني بإزن الله من هؤلاء الأسبوع إذا ضل الوضع على هذا الوضع من هؤلاء الأسبوع بيكونوا صاروا جوا الشام وسطر القصر الجمهوري إذا ما صار أي تطور الثاني بالبلد؟ أحنا هاي تيسير من الله يعني مو ممكن إنه مثلا بنحدد يوم وليلة والله بحشنا عليه في مثلا بدأ قولك في كتير شغلات مثلا توقف جوزة التوار في مثلا صارت مساحة كبيرة ما نحسن نحدد إنه بدنا نزبط الوضع بحلب ولا نزبط الوضع مثل مناطق السراقب ولا بريف حماة والله إذا الله يسر عليهم لازم سبع تيار لازم اسبوع إن شاء الله 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 يعينهم الله يعينهم يقدرهم والله يا العظيم شرحوا صدورنا شانت اليوم بظيعة الله وكيلك حياة ثانية حتى الهوى غير الله وكيلك الحمد لله رب العالمين الله يقويهم الله ينصرهم الحمد لله رب العالمين صارنا ست سبع سنين نازعين عشر سنين لكن الله إن شاء الله ما يضيعنا تعب و الله يرحمه شهداء إن شاء الله خمسة عشر يوم على السحبة هاي طبعا ماكتر خمسة عشر يوم إن شاء الله يعني أغل إحنا بس نقول خمسة عشر إن شاء الله إن كانت الإرادي قوية والإيمان بالله قوي أكيد إن شاء الله تعالى يعني شهر إن شاء الله تعالى أو أقل إن شاء الله يعني شهرت خمسة أيام إن شاء الله بنقول هي على هو الدعسة والفرج من عند رب العالمين الله يسابطون وينصرون يا رب بس المشكلة نحنا بنحسوا بحساب وهن بيشتروا غير شغل ان حلب بده شهر امن خلوصوها بنهارين فعالشام شقد بتقول ايوه بجوز ثلاثية ما لش بنعطيهم اخيو ثلاثية فرصة للجنود بركبينشقوا اخيو بيتحرروا ان شاء الله الشباب